نبقى في مجال التصوير الفوتوغرافي ونحط الآن في لبنان حيث أقام المصور الفوتوغرافي مروان طحطح معرضا تحت عنوان بين تشرين وتشرين وثق من خلاله أحداث حراك السبع عشر من تشرين في لبنان المعرض نوثم في ظل ظروف صحية وسياسية حرجة ومثل تحديا بكل ما للكلمة من معنى من دون معارض ومسارح وفعاليات فنية وثقافية تفقد بيروت روحها غاب الكثير منها في السنوات الأخيرة فباتت فكرة إقامة معرض أو مسرحية تحديا كبيرا اختار المصور الفوتوغرافي مروان طحطح خوضه موثقا ثورة يقول إنه أعاد من خلالها اكتشاف المدينة خلتني هذا الانتفاضة أصور مثلا التياترو أنا ما كنت فاتع ليلة التياترو ولا الناس كانت فاتع لأنه في كتير ناس ما بيعرفوه مثل كأنه كنت عم بعمل إعادة اكتشاف لهذه المدينة بعدسته يقدم مروان قصصا عن الثورة لم تروى غضب الليلة الأولى وأقنعة التمرد على الطوائف والأحزاب مباني المدينة وخيم نصبت وحرقت بعد ساعات صور تعكس الخوف والعنف والتحدي والضياع والحب وتعكس حلما متجددا للمدينة فباتت الثورة بحد ذاتها عملا فنيا ما شهده لبنان منذ 17-20-2019 كان عمليا خروجا للثقافة من دوائرها المغلقة ومن وراء أبواب المغلقة إلى الشارع والميدان يقول مروان قدمت الثورة لنا قصصا عن الناس وتطلعاتهم لعلها تعكس مفصلية ما شهده لبنان بين تشرين وتشرين خبت حركة الشارع في الأشهر القليلة الماضية إلا أنها راكمت ما يجعلها حدثا تأسيسيا سياسيا وثقافيا على حد سواء يستحق التوثيق بالصورة أولا بانتظاريا تكتمل حمد شبارو العربي بيروت وأنه راحب معنا من بيروت بمروان طحطح المصور الفوتوغرافي ألا وسهلا بك معنا مروان يعني البعض وصف هذا المعرض الأخير بأنه توثيقي ينقل من جهة سلمية الأحداث والمثارات التي شهدها لبنان ومن جهة أخرى أيضا نقل الوجه الآخر الوجه العنيف ربما لهذه الاحتجاجات أنت كنت قريب من جميع وكل هذه الأحداث ما كان التحدي الأكبر بالنسبة إليك؟ أول شيء مسأل خير لحضرتك ولكل اللي عم يحضرونا طبعا أنا إذا بدي أرجع استعيد أنا كيف وسأت للانتفاضة مثل ما تفضلت حضرتك أنا كنت عم حاول وسأها بكل الظروف اللي مرئت فيها إن كان الظروف الصعبة اللي مرئت فيها أولا الظروف الحلوة لا شك إنه المعرض بفرج أغلب الصور هنا أول انتفاضة أول انتفاضة يعني عم بحكي أول ثلاث تشهر أربعة تشهر بعدين البلد والعالم كله فات بالكورونا يعني حاولنا بالمعرض حاليا كمان بكل رغم كل هذه الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها اللي عم نمر فيها البلد كان اقتصاديا ولا صحيا إن فرجة يعني حاول إذا بدك فرجة كل شيء شو صار خلال هذه السنة يعني كأنه هي سلسلة من الأحداث يعني توثق التطور وتسلسل هذه الأحداث بالضبط بالضبط يعني حاولت إجمع إذا بدك أعمالها أنا دايما بصورها كأنه بحسهم قصص صغيرة كانوا موجودين بالثورة يعني كل شغل كل صورة إلى قصة بمحل ما بس أكيد هي طعنى بكل هالانتفاضة الشعبية اللي صارت بلبنان كل هذه الصور محملة بالأبعاد الشعبية والثورية وأيضا السياسية كذلك لكن أخبرنا عن المساحة التي أفدتها للمكان لساحات الاحتجاج وأستمعنا إليك في التقرير قبل قليل تقول أعدنا اكتشاف المدينة أعدنا اكتشاف بيروت بتضبط إذا بدك أحكي أنا أغلب الصور اللي صورتهم صورتهم ببيروت وضواحي بيروت كنت بتمنى أطلع يعني أطلعت أنا على الشمال كم مرة بس كسافة إذا بدك الأحداث أول شهرين ثلاثة ما قدرت تكون بكل المحلات ما حدا ولا أي مصور كان بقدر يكون بكل المحلات وقت حكينا عن إعادة الاكتشاف وحكينا عن مسرح مثل التياتر ومسرح كتير حلو كنت أنا أول مرة فوت عليه وطبعا مثل ما تفضلت وقلت بالتقرير أنه الناس كمان كانت عم تكتشفي المدينة هذه المدينة اللي إلى فترة أنا بحصها فاضية بعيدة عن الناس كنت عم تصور أنا أذا بدك يعني متل كأنه نهول الناس كمان غير أنه هم عم ينطفضوا على الفساد وعلى كل الإشياء اللي قاموا عليها كانوا يعني متل مساحة طلاقي وحوار وعم يكتشفوا مدينتهم يعني أنا كنت أول مرة بشوفها لبيروت هك أول مرة أذا بدك بشوف لبنان هك كمان حتى حالو طيب مروان يعني حتى اليوم ورغم أن المصورين يتقدمون الصحات ويخاطرون حتى بحياتهم إلا أن التركيز على جهدهم وأعمالهم يأتي في مناسبات قليلة يعني أو في فعليات خاصة هل تضغطون باتجاه مواجهة ما يصفه البعض بالتهميج الذي يتعرض له الصحفيون أصدق التهميش اللي متعرض له نحن نحن نجهة عدم عدم ذكر أسمائكم عدم الإشارة إلى جهودكم لأن المصور في الكثير من الأحيان هو أيضا صحفي عدا عن كونه يعني طبعا فنان بحاجة إلى التقاط يعني اللقطة المناسبة في الوقت والزمان المناسبين أه بالضبط هلأ فهمت سؤالك طبعا نحن دايما بعد حديثة لها اللحظة يعني منواجه هذه المعضل إذا بدك وأنا دايما بقول يعني أنه في كثير من الناس بيستعملوا الصور بدون ذكر المصدر دايما نحن نقول أنه أي صورة بدأت تستعمل ينذكر اسم المصور أو المصورة اللي متخططها لأنه هذا يعني فيه جهد شخصي فيه جهد إذا بدك أمرار نفسي ومتعب هذا الشيء أنا بمبسط وقت حدا ياخد صورتي أكيد أنا في كتير صور تاخدت عندي وقت نشرتها على الفيسبوك ونشرت عند كل الناس وهذا كان شيء كتير مفرح لإلي بهيك انتفاضة بس أكيد بمبسط أكتر وقتها يعني مثل بيتقدر أكتر لمصور وقتها يشوف اسمه عرفتي كيف؟ خصوصا أنه نحن لأنه بالعالم العربي إلى حد ما بعده ما في هذه السقافة اللي خاصة بسقافة الصورة فمن هون أنا بحس أنه من هون بتبلش سقافة الصورة أنه أنه نحط اسم لمصور يعني نغوص أكتر بهذه الأشياء نقدر لهذا الشيء لأنه بالأساس التصوير هو فن هو منه يعني هي عملية فنية كمان حتى ولو كان المصور صحافي فعل مروان ورطانا كانت الصور أبلغ من الكلام أشكرك جزيلا شكر المصور الفوتوغرافي اللبناني مروان تحتح منضما إلينا من بيروت